الزمالك يهزم النصر للتعديل بهدفي مصفى فتحي وحسام بولو في الدوري الأهل يفوز على الزمالك في عشرين مقابل التسعة عشر في دور المحترفين لكرة اليد ورومى الإيطالية صدم بليون الفرنسي ومنشستر يونيتد في مهمة سهلة بثمن نهاء الدور الأوروبي النشرة الرياضية من أون لايف أهلا بكم حقق فريق الزمالك الأول لكرة القدم فوزا سهلا على ضيفه النصر للتعديل بثنائية دون رد في المباراة التي أقيمتها ضمن الجولة العشرين من بطولة الدور الممتاز على ملعب بوترو سبورت سجل ثنائية الزمالك مصطفى فتحي وحسام بولو ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى أربعين نقطة في المركز الثالث وتجمد الرصيد التعديل عند عشر نقاط في المركز قبل الأخير وشهدت المباراة عودة محمد عبد الرازق الشيكبال للمشاركة مع الفريق الأبيض بعد فترة من الغياب وسهم في صناعة الهدف الثاني الذي سجله بولو أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس دارة نادي الزمالك والمشرف على الفريق الأول للكرة أن الفوز على النصر للتعديل كان أهم من الأداء لأن الزمالك ينافس على الدوري وقال منصور إن محمد حلمي المدير الفنية مستمر في منصبه ولا أساس لما يتردد بشأن راحله وتفاوض مع مدربين آخرين ومن جانبه رفض محمد حلمي منح اللاعبين راحة اليوم من التدريبات بسبب بدء الإعداد لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الاثنين المقبلة في ثمن نهاء بطرة كأس مصر حدد نادي إنوغو رينجرز النيجيري موعدا لقاء العودة في دور الاثنين وثلاثين من بطولة دوري أبطال أفريقيا لوقام في التاسع عشر من مارس المقبل في نيجيريا وكان الزمالك قد حدد الثاني عشر من المارس موعدا لمباراة الذهاب التي ستقام في التاسع مساء على استاد بورغ العرب وتشهد الفترة الحالية اتصالات مكثفة من جانب الزمالك مع السفير المصري بنيجيريا لترتيب أمور الإقامة والتدريب ومعرفة كافة التفاصيل عن الأجواء الحالية في نيجيريا تقرر بشكل رسمي أن يرتدي الزمالك زيه البديل لأول مرة خلال مبارته أمام إنوغو رينجرز النيجري في إياب دور الاثنين وثلاثين من بطولة دوري أبطال أفريقيا وكانت شركة الملابس الإيطالية قد أرسلت للزمالك القميص الاحتياطي الخاص به والذي جاء باللون الأزرق منذ أيام قليلة بعدما سبق للفريق الظهور بالقميص الأساسي منذ مباراته أمام الأهل بكأس السوبر وسيرتدي بطل نيجيريا زيه الأساسية ذو اللون الأبيض على ملعبه وهو ما سيدفع الزمالك للظهور بالزي البديل في المباراة التي ستقام في نيجيريا حقق فريق المصري البورسعيدي فوزا صعبا على حساب بيفه الشرقية بهدف دون رد على ملعب برق العرب الأسكندرية في الجولة العشرين للدور المصري لكرة القدم سجل هدف المباراة أحمد شكري من ضربة جزاء في الدقيقة الثمنة والخمسين من عمر اللقاء الذي شهد تعرض أحمد سالم صافي الظهير الأيمن للمصري للطرد في الدقيقة التاسعة والسبعين ليرفع المصري رصيده إلى سبع وثلاثين نقطة في المركز الرابع ويتجمد الشرقية عند ثماني نقاط في المركز الأخير تغتتم اليوم نفسات الجولة العشرين من مصابقة الدور الممتاز بأربع مواجهات متكافئة حيث يلتقي الإسماعلي تاسع الترتيب مع نظيره طلائع الجيش صاحب المركز السابع وذلك في تمام الخامسة مساء على ملعب الإسماعلي وفي نفس الموعد تنطلق مباراة المقاولون العرب والإنتاج الحربي باستهدى الجبل الأخضر وقبلهما يستضيف الداخلية نظيره الاتحاد السكندري على ملعب الشرطة بالعباسية في الثانية ونصف ظهرا وتختتم لقاءات اليوم والجولة بشكل عام في السابع ونصف مساء بمواجهة قوية تجمع بما فريق مصر المقصة وذلك على ملعب بوترسبورت بالتجمع الخامس يعود الحكم الدولي جهاد جريشا اليوم لظهور مرة أخرى في مباراة الدور الممتاز لكرة القدم بعد مشاركته في بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة في الجابون ثم إدارته لمباراة السوبر الأفريقي بين ساندونز الجنوب الأفريقي ومازينبي الكنغولية واختارت لجنة الحكامة الرئيسية باتحاد الكرة جريشا لإدارة مباراة الإسماعلي وطلائع الجيش في حين سيدير محمود عشور مواجهة المقاولون العرب والإنتاج الحربي وستكون مباراة الداخلية والاتحاد السكندري بصفارة محمود البناء في حين يدير سعيد حمزة مواجهة إمبي ومصر المقصة أعلن النادي الأهلي تمسكه بخوض مبارياته في دور أبطال أفريقيا بملعب السلام واستعد الأهلي لملاقات بدفيستا الجنوب الأفريقي في الحد عشر من شهر مارس المقبل في ذهاب دور الاثنين والثلاثين وأكد شيرين شمس المدير التنفيذي للأهلي أن النادي متمسك بموقفه في خوض مباريات دور أبطال أفريقيا بملعب السلام كما طلب من قبل موضحا أنهم ينتظرون خطاب رسميا من الجهة الأمنية للموافقة على حضور عشرة آلاف متفرج لهذه المباراة استنكر حسام البدري المدير الفني لفريق النادي الأهلي مطلبات البعض له بإشراك السفقات الجديدة التي أبرمها النادي مؤخرا في المباريات وقال البدري أنه الأعلم بظروف الفريق ورام التضرر من فتاة توقف الدور إلى أنه نجح في الحفاظ على تربع على قمة الدور مشيرا إلى أنه يتطلع لتقديم هذه السفقات إلى الجماهير في أفضل شكله وأكد أيضا أن الإبواري سليماني كوليبالي سيدخل حسابته قريبا وأن عمر بركات بدى قريبا من المشاركة وأخيرا أحمد حمود يتم تجهيزه لخوض تدريبات الجماعية يخضع أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي على هامشي ميران الفريق اليوم وذلك لتحديد موعد مشاركته في تدريبات الجماعية بعد شكواه من الآلام في العضلة الأمامية أبعدته عن لقاء الفريق أمام وادي ديجلا بالجولة العشرين من الدوري هذا ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية مساء الأربعاء المقبل ضمن دور ستة عشر من بطولة كأس مصر طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة بضرورة تعديل لائحة العقوبات في تحاد الكرة ليكون هناك عقوبة مالية ضخمة ضد أي لاعب يتسبب في إذاء زميله وذلك لفرض اللعب النظيف بالملاعب المصرية وكان ثلاثة لاعبين من سموحة قد تعرضوا للإصابة خلال مواجهة تندل أخيرة في الدوري من بينهم اثنين أصيبوا بقطع في الرباط الصليبي هما عمر حسعد ومحمود السيد وقال فرج عامر أن ما حدث جريمة كروية في حق اللاعبين أمام حكم المباراة الذي لم يوفر لهم الحماية أكد وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقصة أن الساد الجيش الثارث بالسويس سيصدف لقاء فريقه ضد الزمالك المؤجل من الأسبوع الخامس من الدور الممتاز والمقرر له يوم الجمعة المقبل يأتي هذا الاختيار من جانب بنادي المقصة بسبب الإصلاحات التي تتم في ملعب الفيوم ونفى هويدي أن يكون الزمالك قد طلب نقل المباراة للقاهرة يذكر أن كل من المقصة والزمالك يتنفسان بقوة على وصفة الدور في ظل تصدر الأهل للمسابقة مشاهدين فاصل قصير ونعود لاستكمال هذه النشرة كونوا معنا أهلا بكم مشاهدين مجددا حقق فريق كرة اليد الأول بالنادي الأهل فوزا مهما على غريمه الزمالك بنتيجة عشرين هدفا مقابل تسعة عشر في المباراة التي جمعت القطبين على صلة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ضمن مصبقة الدوري وظل الأهل متقدما في النتيجة منذ بداية اللقاء وحتى دقيقة العشرين التي شهدت أول تعادل في الأهداف بين الفريقين بستة عشر مقابل ستة عشر إلى أن الأهل نجح في تقدم مجددا وإنهاء المباراة لصالحه ليعزز صدرته لأدولي وبفرق ثلاث نقاط عن الزمالك أقيمت فاعليات المباراة التي تنظمها وزارة الرياضة تحت عنوان انتقاء الناشئين المتميزين رياضيا بستاذ أسوان بمشاركة 500 ناشئ من مواليد عام 2002 إلى عام 2009 حيث تم انتقاء الناشئين الموهوبين في لعبة كرة القدم تحت إشراف نخبة من خبراء اللعبة منهم عبدالعزيز عبدالشافي وفتح مبروك وربيع ياسين وكانت المرحلة الأولى من المباراة قد شهدت مشاركة 1500 ناشئ في ألعاب كرة السلة والطائرة وألعاب القوة وستتم متابعتهما من الوزارة بتعاون مع تحادي كل لعبة تأهل فريقاء الأهل والزمالك إناليس في نهاي كأس مصر في كرة الطائرة حيث تغلب الأهل على بيتروجيت بنتية ثلاثة أشواط دون مقابل وبنفس النتيجة فاز زمالك على سبورتينج وحددت لجنة المسابقات الثامن من مارس المقبل موعدا لمواجهة الطيران مع الزهور المؤجلة في دور 16 والفائز منها أو منهما سيواجه طلائع الجيش في دور 8 والفائز يلتقي بالأهل في نصف النهائية أما زمالك سيواجه الفائز من الشرقية للدخان والنصر شهدت بطولة دور أبطال آسيا لكرة القدم حدثا غير مألوف بعدما باتت السيدة شان يون تينغ المدير الفني لفريق إستر فوتبول بطل هونغ كونغ أول مدربة تقود فريقا للرجال في بطولة قارية بكرة القدم كرة القدم لم تاوت حكرا على الرجال هذه المقولة لم تاوت تنطوي فقط على ممارس اللعبة الشعبية الأولى في العالم بل شملت القيادة الفنية لفرقها أيضا بعدما باتت السيدة شان يون تينغ المدير الفني لفريق إستر فوتبول بطل هونغ كونغ أول مدربة تقود فريقا للرجال في بطولة قارية في مشهد يحدث للمرات الأولى في تاريخ كرة القدم الأسيوية بل والعالمية شان البلغة من العمر 28 عاما فقط والتي سبق لها اللعب في نادي شاتين بهونغ كونغ ما بين عامي 2007 و2013 لم تكتفي بمجرد تولي تدريب إستر في ديسمبر من عام 2015 خلفا للمدرب يون تينغ كونغ لكنها قررت أن تدخل تاريخ البلد الأسيوية بعدما أصبحت أول سيدة تقود فريقا في هونغ كونغ للفوز بلقب الدور المحلي ثم المشاركة في دور أبطال أسيا ديفيد بيك هام هو سبب عشق لكرة القدم هكذا تقول تشان التي حصلت على دراجة الماجستير في علوم الرياضة والإدارة الصحية متجهة لمجال الرياضة رغم رفض والديها للأمر لتبدأ مسيرة التدريبية كمحللة أداء في نادي بيكاسوس ثم عاملت كمدربة مساعدة في عدة أنديا بهونغ كونغ تقول تشان فكرت في ترك عالم التدريب بعد المعاملة السيئة التي قابلتها من مدرب بعض الفراق بعدما رفضوا السلام علي كون امرأة أو بالأحرى من أسيا ولكن ورغم كل تلك الصعوبات أكملت تشان طريقها الذي اختارته في المهنة التي تحبها لتضعها وكالة بي بي سي ضمن أفضل ماء امرأة في العالم عن العام الماضي ورغم الخسارة القاسية بسابعة أهداف دون رد التي نلات تشان مع فريقها في افتتاح دور المجموعات بدور أبطال أسيا على يد العملاق السيني جوانزو بقيادة المخضران في ليبوسكولاري إلا أن التاريخ الكروي سينحني لهذه السيدة احتراما على تلك المغامرة المشربة